بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله تحياتي للجميع الملل والنحل والفرق والمذاهب للإمام الشهرستاني الفصل الرابع الخوارج والمرجئة والوعيدية من هم وما هي أفكار كل فرقة وما وزن كل فرقة في مقياس وميزان الشرع الإسلامي تابعون ولا تنسوا الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم قدنا لحضراتكم الخوارج والمرجئة والوعيدية كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيا سواء كان الخلوك في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة في كل زمان والمرجئة وأصناف أخر تكلموا في الإيمان والعمل إلا أنهم وافقوا الخوارج في بعض المسائل التي تتعلق بالإمامة والوعيدية داخلة في الخوارج وهم القائلون بتكفير صاحب الكبير وتخليده في النار فذكرنا مذاهبهم في أثناء مذاهب الخوارج من هو أول من خرج على الأمراء المسلمين اعلم رحمك الله أن أول من خرج على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه جماعة ممن كان معه في حرب صفين وأشدهم خروجا عليه ومروقا من الدين الأشعث بن قيس الكندي ومسعر بن فتكي التميمي وزيد بن حسين الطائي حين قالوا القوم يدعوننا إلى كتاب الله وأنت تدعون إلى السيف حتى قال أنا أعلم بما في كتاب الله انفروا إلى بقية الأحزاب انفروا إلى من يقول كذب الله ورسوله وأنتم تقولون صدق الله ورسوله قالوا لترجعنا الأشطر عن قتال المسلمين وإلا فعلنا بك مثل ما فعلنا بوثمان فاتر إلى رد الأشطر بعد أن هزم الجمع وولوا مدبرين وما بقي منهم إلا شرذما قليل فيهم حشاشة قوة فامتثل الأشطر أمره فماذا كان من أمر الحكمين وكان من أمر الحكمين أن الخوارج حملوه على التحكيم أولا وكان يريد أن يبعث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فما رضي الخوارج بذلك وقالوا هو منك وحملوه على بعث أبي موسى الأشعري على أن يحكم بكتاب الله تعالى فجرى الأمر على خلاف ما رضي به فلما لم يرض بذلك خارجت الخوارج عليه وقالوا لما حكمت الرجال لا حكم إلا لله وهم المارقة الذين اجتمعوا بالنهروان وكبار الفرق منهم المحكمة والأزارقة والنجدات والبهيسية والعجاردة والثعالبة والإباضية والصفرية والبقون فروعهم ويجمعهم القول بالتبري من عثمان وعلي رضي الله عنهما ويقدمون ذلك على كل طاعة ولا يصححون المناكحات إلا على ذلك ويكفرون أصحاب الكبائر ويرون الخروج على الإمام إذا خالف السنة حقا واجبا وتنقسم الخوارج إلى ثمان فرق وسنوالي الكلام على كل فرقة بالتفصيل الفرقة رقم واحد المحكمة الأولى هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه حين أجر أمر الحكمين واكتمعوا بحروراء من ناحية الكوفة ورأسهم عبد الله بن الكواء وعتاب ابن الأعور وعبد الله بن وهب الراسبي وعروه ابن جرير ويزيد ابن أبي عاصم المحاربي وحرقوس ابن زهير البجلي المعروب ذي الفدية وكانوا يومئذ في 12 ألف رجل أهل صلاة وصيام أعني يوم النهروان وفيهم قال النبي صلى الله عليه وسلم تحقروا صلاة أحدكم في جنب صلاتهم وصوم أحدكم في جنب صيامهم ولكن لا يجاوز إيمانهم تراقيهم فهم المارخة الذين قال فيهم سيخرجوا من ضئضئي هذا الرجل قوم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية والضئضئي هو الأصل أي من أصل صلبه وحرورا قرية من قرى الكوفة وهم الذين أولهم ذو الخويصرة وآخرهم الثدية أما عن الفرقة الثانية الأزارقة انتظروني بعد هذا الفاصل القصير لا تنسوا الاعجاب بالموضوع والاشتراك في القناة